اهلا بك يا سيد محمد ازايك؟ اهلا بك يا سيد احمد ازاي حضرتك؟ الحمبل الله اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندي انت صاحب الموبيليات داية؟ اهلا بحضرتك يا فندي انت صاحب الموبيليات الجميلة؟ ايه يا فندي طيب بحاجات جميلة خالص بسي جدا لزوك ارشكورك الله يخليك بل اقولني عندك شكوى ايه الشكوى اللي عندك؟ يا فندي والله انا المشكلة تتلقص ساميني حضرتك؟ ان انا عندي الشريطة عربية انا والدتي طيب استسمحك توضي التلفزيون شوي وضي التلفزيون فضل معي ماشا يا فن تمام كده يا فن تمام انا والدتي ستة كبيرة والدتي ستة كبيرة اشتريت انا وهي عربية علشان اوديها للدكتور اوديها هنا واخدمها واخدم عليها بقالي حوالي ستة سنة تمام كنت برخص بقالي تلتاشر سنة من سنة الفين وسبعة لغاية الفين وتسعتاشر ماشي حضرتك يعني انت رخصت فتة الفين وتلتاشر لغاية الفين وتسعتاشر تسعتاشر يعني امورك ماشي طبيعية مفيش مشكلة طبيعية جدا من الفين وتسابعة لالفين وتسعتاشر طب اين المشكلة بقى المشكلة يا فن تمام ان انا بقالي اربع شهور مش عارف ارخص في معوقات شديدة جدا مش عارف تلت مينين ولا اصلها ايه هي نفس العرار السيارة طيب انت 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 تابع مرور ايه انا تابع مرور العتبة طب بكنترول من فضلكم حد ممكن يتواصل مع ادارة مرور العتبة ان امكان دلوقتي يا فندم بس معلش انا 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 ممكن سيد احمد عايز اقول كلمة فضل انا يا فندم ادارة مرور العتبة بتقول ده خارج سلطتي والسلطة بتاعة اتخاذ قرار الترخيص مع اللجنة الفنية بربعة وانا بستغيث برئيس الجمهورية رأسا لان احنا فعلا بجد مش عارفين نمشي احنا يا استاذ محمد دايما بنكون صوتك ودايما ان شاء الله بنكون يعني على تم استعادات لمساعدتك وبالتالي وبالتالي انا بشكرك شكرا جزيلا المشكلة اتعرضت واحنا كبرنامج انزار هنتابعها تمام وان شاء الله تبقى خير باذن الله باذن الله موسيقى